اشتركوا في القناة او هعدي لك حاجة النهاردة احنا لسه هنسوفي عن تبدادي انا لسه قلت لك انا لسه قلت حاجة انا لسه هقول انت راجل فلا انا عارف انت تعمل ايه هتتكلم من وجهة نظر الرجال لا انت هتسأليني عن حاجة معينة او هنتكلم في موضوع معينة انا هقول رأيه بصراحة بس اعارف الحلو ايه في الحلقة ان احنا نسمع بعض ان انا دايما بسمع نفسي دايما بسمع ستات دايما ما عارفش رأي الراجل ايه في الست يعني ما سمعتش من وجهة نظر الراجل هقولك حاجة انت قلت دلوقتي حاجة هي اهم حاجة في حكايات كتير جدا ومواضيعك كتير جدا بما فيهم الخيانة ان الناس تسمع بعض او ان الناس تتكلم بشكل عام لان ساعات فيه حاجات في النص بالتوه علشان ما بنتكلمش عن حاجات جوانا وتخصنا يعني ممكن حد ياخد من حد موقف وهو مش فاهم لمجرد ان الشخص التاني ممكن يكون مقلوش او محكلوش علشان ما يزعلش عشان ما ايه كان الحكاية يعني فالموضوع كله في ان احنا نتكلم مع بعض نقول اللي جوانا بشكل صريح ولما انت بتتكلمي بصدق هسدقك ولما انا اقول الحاجة بجد هتصدقيني فهي دي ممكن الحكاية ايمن النهاردة الحلقة عن الخيانة طبعا جلنا اسئلة كتير الخيانة اعرف لي معنى الخيانة بصي انا مش هتكلم من كلام فلسفي انا طول حياتي او في اي مكان بقعد فيه مع صحابي في برنامج او بقول اي حاجة في اي حتة باتكلم بمنطقة البساطة وبقول الحقيقة اللي انا شايفها وارد جدا ساعات اخفق ما اقولش الكلام اللي المفروض يتقال بس انا بقول اللي جواينا بمنطقة البساطة الخيانة دي هي نقد نقد وانتهاك واهانة عهود ما بين اتنين العهود والاتفاق اللي بين الاتنين مش ضروري يكون قعدنا واتفقنا ان انتي تاخدي بالك مني واخد بالي منك وان انا مروحش اعمل حاجة من وراكي هي تسئلك وانتي ما تعمليش برضو كده مش شرط ان احنا نكون اتفاقنا على ده ده فيه اتفاق ضمني طالما احنا فيه بيننا نشأت علاقة سواء كانت علاقة حب او علاقة جواز او علاقة صداقة حتى فيه فيه شيء ضمني بيربطنا ببعض يخليني انا لما اعمل حاجة بالضبط في الحالة دي انا بهين شيء كبير جدا حتى لو ما قلناهوش بالكلام فهو بيننا العلاقة نفسها بينتج عنها الحكاية اه طبعا طيب ايما نقولي نسبة الخيانة اكتر طبعا عن دمين خلينا اقولك انه السؤال موضوع نسبة الخيانة عند مين اكتر ومين اقل دي احنا ما نقدرش نقول نسبة ان الخيانة عند الرجالة 70 والستات 30 ولا 50 و50 هو القصة مش كده القصة انه موضوع الحصر النوعية دي من المشاكل ما تقدرش تعمليه لانه في الغالب انت بتكلمي عن مشكلة هي في الخفاء يعني انا النهاردة لما اكون بعمل حاجة بنقول انها خيانة بنسبة 100% انا عايزها ما تتعرفش وانت نفس القصة لو واحدة ستة بتعمل حاجة بنعرفها فانت بتداري فانا ما اقدرش النهاردة اعمل احصائية مثلا ارصد الف واحد واقولك ان الالف راجل دول فيهم كم واحد والستات فيهم فهي مش كده فكرة احنا نقدر نقول هو انا بحس ازاي ان فيه تصرف معين انا عملته خيانة والتصرفات تانية انت ممكن تلويني عليها اقولك انا مش خيانة ايه مش خيانة هي مش خيانة خلص ايه تصرفات عادية بالضبط بس اعتقد برضو يا ايمن ان الراجل هو يعني الشئع عنه او الاكتر في الخيانة لان الستات المصرية برضو يعني عندنا عادات وتقاليد غير العادات والتقاليد الست ما بتحبش غير احب بس يعني انا استحالة يعني حتى لو فيه في حياتي كذا حد يعني هو راجل واحد بس موجود في قلبي على فكرة انا معاك جدا في اللي انتي بتقوليه بس هقولهلك بشكل تاني انا متأكد ان الست ما تقدرش تحب غير راجل واحد اه اه الراجل ممكن تبقى نسبة الخيانة شوية فرص الخيانة بتبقى اقل يعني فرص الخيانة اقل بس هو بس ده مش معناه ان ما فيه ستات بتخون لا بيحصل بس نمازج شازة احنا مش عايزين نحصر موضوع الخيانة في العلاقة مع واحد ما ممكن تكون واحدة مثلا خيانة صداقة يعني او لا مش قصد كده يعني ممكن واحدة عصنان انتي بس بتقولي الستات بتحب واحد فمش تقدر تكون ولا تقدر لو مثلا اتنين بيحبوا بعض وده حصل حد والله العظيم مبارح كان كاتب لي كومنت كده بيقول لي اتكلم عن قصتي كنت بحب واحدة وثبتني وراحت اتجوزت واحد كذا كذا ده والله العظيم ده مبارح ده موجود حتى عندي على البيتجي موجود الكومنت ده قال لا انا هبقى احكيلك القصة قلت له بحكيلي ما قال ليش تفاصيل اوي بس فهمت الموضوع هو ده تعتبر خيانة ده دي دي كارسي ثبته وراحت اتجوزت خيانة خصوصا انه ما كانش يعرف الولد يعني هو تفاجئ قالت له اصلا خطوطتي بكرة مثلا وكانت بتتكلم معاه لحد قبلها من كام يوم والامور ما فهاش هو مش شايف لا دي خيانة بشع يعني اه ده شيء كارسي شيء كارسي انما ساعت بيبقى ليها دوافع ايوة قولي بقى ايه الدوافع للخيانة ايه الدوافع اللي بتخلي الراجل اوسطي فون بصي هي دوافع كلها بتبقى نفسية اكتر يعني ما اقدرش اقولك انه بتبقى في دوافع سبتة يعني ما اقدرش منهاردة بصي طالما بنتكلم عن حاجة تخص البشر والنفوس ما تقدريش تحطي قواعد لان كل علاقة مختلفة عن التانية واذا تشبهت وكل شخص مختلف عن التاني واذا تشبهت الظروف بتاعته فخلينا اقولك انه ساعات في ناس بتبقى ضعيفة بعد مشكلة او بعد اتنين بيحصل عنده تراكم بعض الحاجات فبياخد قرار انه انا مش عاوز الموضوع ده بيكفر بالموضوع فبيشوف قصة تاني وحكاية تانية وموضوع تاني هل هو غلطان ولا لا ما نقدرش نقول انه كل الحالات فيها خطأ انما في النهاية انه ما بيبقى عنده مشكلة جواه هو مشكلة نفسية اه طبعا هو بيخل نفسه قبل ما بيخل الشخص التاني هو انا النهاردة لما كن بحبك مثلا واسيبك واروح اعمل حاجة تانية بحتة تاني مع ناس تانية ده اذا كنت بحبك على فكرة ومع ان انا اظن ان لو واحد بيحب واحدة فعلا ما يقدرش يعمل كده هقولك بس عشان في حاجة الرجالة انا عايزك تقول اللي انت قلت ده تاني طيب لا بجد لو واحد بيحب واحدة فعلا هو ما بيحسش ان هو قادر يبقى مع حد تاني على الرغم منه في بعض الرجالة هما طبعهم هما لطوف شوية طبعهم ممكن يهزر ويعرف ناس ويخرج لطيف يعني انما اكتر من كده مش هيعطي يعمل وممكن بيعمل كده وانتي معايا يعني انا بقاعد وانتي جنبي وانتي حبيبتي اهو ما تلاقيني بهزر معا دي عادي جدا ده مقبول لك لو انتي مش موجودة هعمل كده برضو ومش هزود اكتر فساعت الست اللي هو معا اللي هو بيحب تفتكر انه هو كده مش كويس وتقعد تشك فيه معا ان الحكاية مش كده ده هو راجل ده واخد راحته وانتي معايا اكتر كمان ما يمكن يكون لوحده فالرجل لو بيحب مش هيعرف يعمل اي علاقة تانية الا اذا في بعض المشاكل مثلا لو حاس ان انتي مش عايزا وسيبتي ومشيتي ممكن يتجه لقصة تانية حاول يشوف انه هو عايز يمشي لان انتي بعتيه مثلا او ان انتي مش عايزايا ده بيحصل انا قريت حاجات كده كتير شفت فيلم من فترة اجنبي كان رائع بس الحقيقي مش فاكر اسمه حواديد كتير الحقيق دي والتي فيها المشاكل زي دي ايمن فيه خيانة مقصودة وخيانة غير مقصودة اه ايه بقى بصي الغير مقصودة بتكون نتيجة صدفة وممكن بس دي بتبقى الراجل ع seja غير مقصودة نتيجة صدفة اه الراجل الراجل هو اللي ممكن يقع تبدأ تندع هيبدأ يقول الراجل هو بس الستة هي خيانتها بتبقى مقصودة ايه ده ايمن ده الراجل بتبقى ساعات فيه كده وفيه كده انت عايزة انا اتكلم براحتي ولا اقول اللي انت عايزة خلاص خلاص بايش اتفضل بص يا ستي الراجل بتبقى خيامته غير مقصودة ازاي ساعات بيقولك الراجل ضعيف شوية حصل صدفة بالحد حد اتكلم عاستلطفه هو مع الوقت احس ان هو مشدود له شوية انا اكيد ما احبهاش يعني يعني اكيد ما احبهاش اشدود له ايه 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 هو لو مرتبط بوحدة او بيحبها او مجرزها ممكن يتشد الوحدة بس هو لو كويس بياخد باله بياخد باله طب ما هو ده انتكتو ايه في الاخر طب ما ده انتكتو ايه في الاخر ممكن ما توصل ليه خلاص هو بيوقف الموضوع يعني ده اذا كان بيحبها فعلا وده بيحصل كتير معانا على فكرة كرجالة يعني بيحصل كتير جدا تلاقي نفسك واحدة شدتك او في مكان في اي حتة احنا في حياة مفتور حياة ايه بعد ما شدتك ايه لا حصل ما انا بقولك اذا كان هو فعلا بيحب البنيات ما التانية ومرتبط بيها روحيا لان الارتباط مش فزيكا مش حاجة جسدية ومش كلام بنقوله البعض فيه ناس روحهم متعلقة ببعض ما يقدروش يبعدوا حتى لو هو قطعوا بعض بس في النهاية هم وهي دي المشكلة ان فيه ناس بتيجي في لحظة ما بتبقاش فهم ده وتمشي وبعد ما تمشي بتندم وسواء راجل او ست يندم بيقولك انا ليه عملت كده انا مش قادر اتوائم خصوصا هقولك حاجة انت ما تسمعش عن زيجات كتير جوازات كتير الراجل او الست كان في علاقة فضيعة علاقة حب وبعدين ايه حصل مشكلة فقرر يمشي انا قلبي منفعش والحب والكلام ده وانا هتجوز بعقلي هشوف حد كويس ومناسب علشان ابقى مبسوط او ابقى مبسوطة بتكتشف بعض الجواز انه الحكاية مش كده الست علشان تكون في حضن راجل ما بتحبهوش حتى لو كان كويس على فكرة والراجل نفس القصة لو في حضن واحدة ما بيحبهاش انا يعني انا بتكلم كلام حقيقي وكلام بسيط وواقعي بتبقى الحياة اسوأ ما يمكن بتبقى الست متجوزة راجل كويس جدا وامكانيات مش عارف عاملة ازاي عشان هي خلاص صابت القلبي وما مش هحبه بس بتروح بتدور على قصة وحياة مختلفة بس بتكتشف بعد وقت هو انا ليه عملت كده الراجل نفس القصة بعد ما يفشل في قصة ويعاني بيروح يتجوز وبعدين بيكتشف انه مش قادر يعمل ده انا كانت المفروضة استنى شوية هي كانت المفروضة استنى شوية فلا كون الناس يبقوا مع حد هم بيحبوه حتى لو في بينهم مشاكل بتعدي البيوت اللي فيها علاقة حب بيعدي فيها اصعب واكبر المواقف والمشاكل البيوت المبنية على العقول اقل مشكلة بتهزها علشان كده النهاردة حالات الطلاق حدس ولا حرج يعني لانه ناس بتتجوز خلاص انا شايفة انه كويس شايفة انه مناسب انا جرفت ان انا حبيته ما فلحتش الحب ده حاجة ما بتأكلش عايش هشوف مستقبلي انا جايالي فرصة ولازم استغل الفرص في الحياة مش كتير كده يعني فيه ناس بتعمل الحاجات دي وبتكتشف مع الوقت انه انا ما كنتش هقم دي حق طب ايمن الخيانة ممكن تتنسي هقولك على حاجة الخيانة ممكن تغفر في حالة اذا كنت عندي شعور اني مسؤول عن الحاجة اللي حصلت يعني انا مثلا تحطي لو حطيت نفسي مكان راجل حصل معا مشكلة زي اللي حكتلك من شوية او الولد اللي كان بعثلي القصة دي انه انا اللي دفعتك ان انتي تسيبني وتمشي اتصرفت التصرفات من غير مقصود بشكل مش ممكن حتى فيه حاجات انتي ما تعرفهاش او انتي ما تكلمتيش اللي انا قلتهولك في اول الحلقة انه احنا ما بنتكلمش او ان احنا في وقت معين ضعفنا قوي لدرجة ان احنا حتى بعدنا من غير ما نفهم اللي جوانا عمل ازاي يعني بتتنسي او بتتنسيش ما انا هقولك بقى اذا كنت انا راجل فعلا بحبك بجد وشايف ان انتي ضعفتي في وقت خلاكي تبقي بالشكل ده وبهذا الالم وبهذا الوجع واذا نصبت نفسي محل مسئولية لان الراجل طبعا لازم يكون الراجل الراجل بجد لازم يكون مسئول عن كل شيء هو ده اللي انا عايزة اوصله عن كل شيء نتج عن تصرفاته يعني انا راجل بنا انا مسئول عن تصرفاته تصرفاتك خليتها تخونك اه بس مش كل خيان اه 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 يعني انا بتكلم عن الحاجات اللي في السياق زي الواحدة مثلا الراجل بقى ايه بقى كل ست جزها خانها او حبيبها او صدقها بصي بتسمحوا بس ما بتنساش ما بتنساش خطر لا ما بتنساش طيب لو في علاقة حب قوية جدا وبيت ناشئ على الحب زي ما انت قلت ان البيوت اللي فيها حب بيبقى يعني الدنيا بتعادل بس في مشاكل كتير ايه اللي بيتام لا ما هو المشاكل دي ده طبيعي يا جماعة مشاكل اغلبها غيرة واغلبها هي غيرانة عليه سوق تفاهم طول الوقت بص خلينا انا بقى نعمل حلقة معلش بس الغيرة دي معيار بيئيس الحب وعملين يقولوا دي اتصالة حضر يا حضر هنرد على كل الاتصالات الغيرة معيار الحب لو انا ما بغيرش عليكي او لو هي ما بتغيرش برضو لو هي ما بتغيرش تعرفي ان الموضوع ما فيش خالص وبعدين فيه رجالة مجنين يعني بيغيروا لدرجة فظيعة ويش معلانة بيشك فيكي على فكرة عشان ديه الحتة دي بس كواس انت اتكلمت فيها لما بغير عليكي وبتجنن ان حد قالك مش عارف ايه ولا انت انا بحبك بشكل او لو انا حسن فيه رجال ده اتش ببتغيرش ما هم دول بقى عندهم مشاكل ولا ده بيبقى واثق في نفسه لا لا مالهاش حراق بالثقة طب ما ممكن يكون راجل واثق في نفسه جدا وهو حاجة برضو كويسة قوي بس انا بغير انا مقدرش انا بحبك انت فانا ما تخيلش ابدا ان حد يقولك كلمة حلوة ما حدش ينفع يقولك كده ما ينفعش اشوفك وقفة بتخنق غيرت الست بقى بتخنق يعني غيرتنا عليك والسيادة دي بتخنق الغيرة المبالغ فيها سواء راجل او ست هي بتخنق هتقول لك اه ما عملتش حاجة انت زلماني انت شارف ايه انت كله ده بس عشان غيرانه طبعا انا بطل اغير وابعد ولا اعمل ايه لا لا مش كده تغيري بس في الحدود المعقولة يعني غيري وتكلمي معايا وكل حاجة بس ما نعملش ازمة كبيرة على حاجة ما تستهلش لان ساعة فيه ناس بتعمل ازمات بتبقى الموضوع بسيط يعني احنا معنا تصلاة هبة هلو سلام عليكم وعليكم سلام عليكم زيك اي هبة اي سؤال وانا طبعا الحلقة جميلة جدا مرسي جدا ليك وانتي زي الامار مرسي حيث وطبعا موضوع الحلقة يعني موضوع بقى منتشر جدا 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 الفترة الاخيرة ديت او اشعارك ليه الصراحة يعني بس انا كان لازم يعني ادخل واتكلم عشان انا عايزة اسأل بس استاذ ايمان في نقطة معينة دلوقتي هو مفروض ان احنا بنتكلم في ان الخيانة بتبقى يعني اي كان مني اللي خان بيبقى الطرف التاني هو السبب هو ضيف يعني اللي وصل الطرف اللي وصل الطرف الاوليني للخيانة تمام فاهميك وبينهم علاقة حب يعني فوق الوصف ايه اللي يخليه خون بردو ما اسباب الخيانة قلناها يعني قلنا اسباب كتير والطرف ان بيبقى فيه طرف ضحية فيعني حزمه ايه احنا قلنا ان السبب بيبقى الطرف التاني يا هبة ولما بتطلب الانسحاب لما بتطلب الانسحاب بيرفض بيرفض طبعا لا وخلاص اوكي وغلطة وعدت ومعليش وقاسب ويعني ما خدتش بالي او اي سبب يعني اي كلام طبعا بيتقال سعيد حظ تمام علشان خاطر اطلع من الحفرة اللي انا وقاعد ينفي فيها الستة تعمل ايه صح؟ انت عايزة تقولي ان الستة تعمل ايه لما الموقف ضيح لا خلاص انت انقضت نفسك واخدبالك من الحفرة اللي انت واعكدها اول مرة تمام المفروض بقى ان انت خلاص اتعلمت بقى من الغلط الاوليني وان انت متكملسي ونحن مشكلة صعبة لت ولا تكرر نفس الغلط تاني وتالت ورابع والمفروض برضو ان هي السامح مرة واثنين وثلاثة واربعة تمام هيرد عليك يا استاذ ايو مرسي جدا لك يا هبة اوكي شكرا مرسي بايبو اولا طبعا هبة نورتينا ومتشكرين على المداخلة بصي هي انا بس هسأل سؤال هو ايه اللي خليني افترض ان انا مش سبب على فكرة ساعد كتير جدا رجالة ما بتقدر ايمن اسماعي لما اتكلم كده خليهم يعني يطعوا علينا اكمل لا 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 انا هسأل سؤال وبعدنا انا هقولها بس مش سبب يعني انا هقول ايه اللي خليني انا افترض واذا افترضنا انها مش سبب هقول الحالتين علشان يبقى احنا فدنا كل الحالات يعني بص ايه اللي خلي واحدة ستة تفترض ان هي مش سبب ساعات جدا رجالة بتبقى عندها يعني هو يكون عشان سبب ما تسمعيني لا لا تجيني فرصة طيب مش عشان صحاب دي يعني تغلس عليك بصها ستة ساعات رجالة بيبقى عندها يعني اسمها ايه يعني اخلاقها ما تسمح لهاش انها تقولك على فكرة اصل انتي واحد واثنين وثلاثة ومقدرش يقولك يقولك ما يعدي ايه صالحك بس حقك علي وانا ما اصبتش دي الاخلاء العالية دي وفي رجالة تانية اللي هي ممكن تكون قصد حد منهم يعني او النوعية دي من الرجالة اللي هو الخيانة في دم وهو واحد عينيه فرغة كده يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة وهو خلاص اتعود على كده بيحبها بقى ما بيحبهاش الموضوع ما بيحبهاش ده بقى انا عايزة اسأل سؤال مهم جدا لقتي بيبقى فيه راجل متجاوز وعنده بيت تاني وتمام ومبسوط وبيتجاوز جوازة تانية بيبقى بيلاقي نفسه فيها انه هو يعني دي بقى الحاجة الفورفن اللي هيعملها وتلاقيه برضو بيخون يعني هو مش مكتفي وبيكتفي في كام واحدة يعني التانية دي بيخونها ليه او او الحاجة الحلوة التانية اللي في حاجة الحاجة الحلوة التانية دي الحالة اللي انت كلامنا هو ما بيحبهاش ما بيحبهاش ليه لانه لو بيحبها فعلا مش يقدر يعمل كده ايو لانه انت خليني نقول هو متجاوز ممكن يكون حياته فيها فطور الحب مباشر موجود فغصب عنه قبل حد تاني حبها علشان يقرر على فكرة الراجل متجاوز علشان يقرر يتجاوز تاني ده شيء صعب جدا تمام انه هياخد الخطوة دي حتى لو مش مبسوط في حياته لو قرر لو قرر وعايز واحدة علشان بيحبها مش هيقدر يبص الحد تاني انما لو هو اتجوزها لانها عجبية ولا مستلطفها ولا عايزين يبقوا متجوزين لأي سبب يعني تاني غير انه هو بيحبها لا عادي بالعكس هيبقى اسهل كتير من انه هو من حياتها يعني هيخونها اه سهل يعني هو لما بيحبهاش هيخونها بصي علشان راجل يخون واحدة ست اكيد هي مش سكنة روح يا تاني ايمن تاني تاني بجد لا والله يعني انا لو بحب واحدة وهي سكنة في روحي وهي اللي في خيالي وهي مش موجودة بتفرق معايا وهي بعيد عني اكيد انا مش شايف ساعات بتبقى فيه لو بيني وبينك مشكلة او انا بحبك مثلا انا بروح وباجي وبقابل تسعين الف بني ادم بس انا مش شايف يعني والست نفس القصة ممكن بتحب حد وبينهم مشكلة او بعده حتى لو بعده بإرادتهم لو بإرادتهم وباتفاق بعده بيبقى عندهم مشكلة مدة طويلة جدا انه هم مش شايفين حد تاني لأ كيفش حاجة اسمه يا راجل بيحب واحدة واثنين وثلاثة واربعة لا 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 باقي راجل ممكن راجل ممكن يعني فيه رجل بقولك قبل يحب اربعة لا بصي على فترات يعني ممكن واحد يعرف واحدة ويحبها ويعود مع بعض لمدة وبعد ما يسيبها بكازا سنة ممكن يحب حد تاني ويحب بجد على فكرة ويمكن الحد الثاني يكون بيحبه أكتر بكتير من الحد الأولاني لأنه أخذ بالك بس أنا هقولك على حاجة بس بالنسبة لطبيعة الرجالة سننا طبعتنا وإحنا في العشرين غير وإحنا في التلاتين غير وإحنا في الاربعين الاربعين بقى أخباره إيه؟ أنا لسه زواجر الاربعين أخباره إيه؟ دي سبقى فيه حال بقى للتنطيط والحاجات بتاعة المراقب الرجل بيفضل طول حياته يدور على حاجة وانس إنه لقاها هو مش عايز حاجة تانية طب هو بيلاقيها وبيدور برضو؟ لا لو لقاها ما بيدورش لأنه لو لقاها هو بيرتاح لأنه كلنا بندور على راحة طيب لو هي مرايحتهوش من كتر الغيرة ومن كتر الغيرة يعني قولي قولي يعني قولي لمد فيه الراحة فين بالنسبة للرجل سيبك موضوع الغيرة أنها بتدايقه على فكرة أنا لو أنت لو راجل لو أنا بحب واحدة جدا مش هتدايق منها حتى اللي بتعمله بيدايقني أنا بعديه وبحبه على فكرة وبفتقده لو هي مش موجودة يعني حتى فيه ستات بتبقى أخبية سوري أخبية شوية في مواخف بتاعه إنما حتى لما تبقى مش موجودة أنت حتى بتفتقدي الغلاسة دي زي الست بالضبط الله لما بتحب راجل فعلا هو بيكون معها مختلف لما بيبقى مش موجود بتفتقد حتى غباوته في الغير بتفتقد صوته العالي لما بيزعق لها علشان هي لابسة مش عارف عامل إزاي ولا مش عارف إيه العريان ولا إنت إزاي تروح دلوقتي ولا ما تكلمي يعني إحنا بنفتقد الحاجات دي نسامح لغاية فين أو إيه يعني إيه اللي أنا قدر أقول عليه هو بيخني وإيه اللي أنا قدر أقول عليه لو عادي يعني ما هو مخنيش خليني ليه راجل عطبي ليه كله عادي أقولك الكلام اللي بيتقل ولا أقولك الحقيقة الحقيقة يعني الناس بتسامح بعض الأقصى حاجة بتجرى يعني لأ مش فاهمني مش فاهم سؤالي يعني إيه أنا قدر أقول إن أيمن خني وإيه اللي عدي إيه في الخيانة ممكن عادي وإيه اللي أنا ما أنا قلتك أنا لأ أنا فهمت سؤالك بالناس بتعدي حاجات يعني لو خرج مع واحدة تانية قبل ما يخرج عادي ده بقولي يقولي يتنظر ما أنا لو مسامحك هسامحك مش عشان أنت عملت إيه أنا بسامحك عشان أنا عايز أسامحك عشان أنا بقي عليكي وعلشان أنا متحمل جزء كبير من تصرفاتك لأنه في الآخر لو راجل عنده قدر من الاحتواء للبنت اللي معاه أو الست اللي في حياته هو بيتحمل مسئولية حتى تصرفاتها المفروض اللي بتغلق تحقه المفروض هو متحمل وفي رجالة بتعمل كده مفروض يبقى هو معترف إنه هو اللي شايد المسئولية هو اللي متحمل تصرفاتها بيجي في مرحلة لما يشعر من ناحيتها الموضوع خرج من إطار إنها غضانة أو إنها زعلانة منه أو إنها مجروحة أو عملت حاجة تانية لإحساسه بالإهانة بقى يعني أنت هنا ما بقتيش ما كنتش بتحبيه ولا كنت مش عارف يعني في حاجات كتير بتختلف في لحظة من اللحظات فبيقرر أو بيشوف الموضوع بشكل مختلف إنه ما بقاش يمتع عايما عايزين طبعا نبارك لك عديوان بتاعك اللي اسمه غريب حتى رجل مجنون اسمه رجل مجنون أنا شفت الغلاف يجنني ماشاء الله فيه فكرة الغلاف لوحده فيه فكرة وبتعرض على الشاشة وبتعرض على الشاشة وبتعرض على الشاشة عايزة أشكر لصمم الغلاف كرم سعد صديقي هو مصمم جرافيك هايل وعمل فكرة في الغلاف أنا عاجبني جدا الغلاف الرجل القلبه جوه دماغه وماشي نحنة العواصف والبتاعه ومش همه يعني خلاص أنا عايزة أعمل كده النكد اللي احنا فيه ده ممكن بقى تقول لنا كده حاجة كده حاجة من الديوان بص يا أنا هقولك حاجة من المنازلة ليه علاقة بالحلقة الجميلة دي لا أنا عايزة أقولك حالة أمل يعني يا سلام بس أنا عارفك أنا عندي مشكلة في حفظ ما بحفظش فأنا هموكراها طيب ممكن آه تقراها يعني هو أصلا يعني الديوان باسم غريب جدا خلينا أقولك أنه الرجل العادي هو مجنون أنا عايزة أتكلم عملنا حلقة عن التناقضات تعرف أن أنا بيعجبنيش غير الرجل المجنون والست ما بيعجب أول مش عارف يعني أنا أنا بحسك أنا كهانا ما يشدنيش غير الرجل المجنون اللي فيه حاجة مختلفة يعني هو مش مجنون بمعنى مجنون بس هو بيبقى فيه تناقضات على فكرة إنسان الطبيعي كله تناقضات فيه تناقضات يعني دلوقتي وسأحنا نتكبلها ولا لأ ما هو لو بتحبيها تتقبلي أنا متقبلة هو يتقبل التناقض الفضيع اللي فسد ما أنا بقولك التناقض ده محتاج نقعد نفسر ونشرح فيه كتير لأن جنان عن جنان يفرق وتناقض عن تناقض يفرق يعني النهاردة مش أنا بحبك وبكرة لا أنا مش هشوفهش وهينك وروح أعمل حاجات تانية إنما التناقض في في بعض المود العادي أنا مبسوط النهاردة وأنا معاكي ممكن يومين تلاتة تحسي أن أنا متدايق ممكن أنا أكون متدايق بحاجة ما لهاش علاقة بي هي بقى ما بتتقبلش ده وتقولك ده عايز يسيبني أيوة على فكرة أيوة يقولك ده عايز يسيبني ده زيق مني زيق مني ده عايز يسيبني ويمشي هو إحنا كنا متفقين على إيه إنما هو مش كده ممكن يكون مثلا متدايق من حاجة تانية ممكن ما يكونش عايز يقولها لك أنا مالي أنا أستحمل ليه أيمن أستحمل أنا ليه ما هي بقى دي المشكلة لو بنحب بعضها نستحمل سمعنا ساعة أمل حالة أمل طيب هي دي آخر حاجة نزلة في الديوان الجديد وان شاء الله هيبقى قريب موجود وهقولها هيتوزع مبروك ألف عمزور ربنا خلي بتقول حالة غريبة من الاكتفاء عن كل حد من البشر حالة استغناء عن كل شيء حسيته يوم كان لي أمل حالة سوكات بالساعات حالة عدم وضوح في نور حالة زهق من كل حاجة كانت زمان يمكن تفرح حالة خوف من كل حتة روحتها في يوم معاك حالة طموح متدمرة متكسرة مرهونة بقلب زي الملاك فارق حياتي خليك تغيب عن كل حاجة عشقتها خليك تروح أبعد مكان يمكن تفوق يمكن تحط نقطتك فوق حرف مكسور ينصلح يمكن تشوف يمكن قلبك الموجوع يخف يحس إن لسه بينبض مش مريض ملوهش صوت حالة زيادة في إحساس قرب الوفاة كإنك تتمنى تسيب الدنيا لو مش هتكون معاك حالة مشاكل حالة وجع حالة مش مفهومة مخبطة مليون فكرة انتحار جوه عقلي ملغبطة حالة هدوء خارجي بس الحقيقة مليان بنار جوه قلبي وعقلي وروحي بتتحرق حالة عشق العيون بعتنا وانتهت بقى أقل نسبة ثوابت للحفاظ على العهود حالة جمود دموع في عيني حالة ندم على عمر عدة حلمت فيه إنك تكمل تكون معايا تكون لي دايما المراية حضنك وحشني وقلبك وحشني حنيتك تبتك عيونك لمستك حتى جنونك والشقاوة كل حاجة فيها راحت مع الحكاية لما تنست حالة وداع لحب يمكن ما كانش نفس النسبة بنا حالة رغبة بإلحاح علي بإني أكفر باللي كان وقول لنفسي ما كانش حاجة الكتب دايما يوم يبان حالة وداع لدنيا كانت حالة وداع لعيون ما كانت حالة وداع للصحبة اللي كانت أقرب مني لروحي دايما أقرب مني يمكن من وريدي حالة خراب حالة ضمار حالة يمكن تستمر سنين قطار حالة شعور بالمرار حالة سكون حالة شجن حالة حزن ما شفتش زيها على مر الزمن حالة تكلف بالبكة حالة انتصار للأمار وكأن النصب على المشاعر عادي جدا حالة غريبة من الغبطان مش فهمها هي ممكن تبقى حالة من الاشتياء أو الاستياء حالة يشبه طعمها طعم الفراء حالة اكتئاب أو يمكن عتاب على اللغاب حالة غباء حالة شك حالة ملل أو يمكن في الحقيقة هي حالة أمل الله يا أيمن طحفة شديني جملة بقى أقل نسبة ثوابت للحفاظ على العهود الله حلو أوي يعني أنا مبسوطة بيك الحقيقة ما كنتش متوقعة منك كده خالص منصف شوية ليه ما أنا أنصفتكو والله يعني مش قوي لا لا أنا قلتلك في النهاية الخلاصة إنه إحنا نقدر نسامح بعض على حاجات كتير الرجل اللي بجد بيتحمل مسئولية تصرفات البني أدمى اللي في حياته لو هو كان سبب في حاجات وبيسامح كتير والستة بتسامح كتير وصدقيني التسامح لو مش موجود في حياتنا بشكل عام إحنا الحياة كانت خلصت من زمان لأنك لازم تسامحيني ولازم أسامحك علشان في بيننا حاجة أهم وأكبر وأعمق من كل مشاكل ممكن تحصل وهي روحنا اللي متعلقة في بعض والبيوت المبنية على الحب أنت قلت أكتر آه البيوت الناس اللي بتحب بعض وهما مع بعض في بيت كل شيء في الدنيا بيدوب ويعدي وأنا بقى عايز أقول رسالة بقى أخيرة عشان أنا تقريبا حاسة أن أقردنا نقر نصيحة منك أخيرة للراجل ونصيحة منك للستة أخيرة عشان ما نوصلش لكده عشان يعني نوصلش لأخذ الخين أنا هقول نصيحة عامة للراجل وللستة لأن على فكرة الراجل زي الستة في الحكاية دي الراجل بيحسه والستة بتحس الراجل بيحس بالرفض فبيهرب والستة بتحس بالرفض فبتهرب فأنا هقولك أن المشكلة زي ما قلت لك في أول الحلقة أن احنا ما بنتكلمش وما بنقولش الحقيقة أنا بقول للراجل وبقول للستة قولوا اللي جواكو قولوا اللي بيحصل معاكو بالزبط حتى لو حسس إنها هتزعل منك وحتى لو حسس انها هتاخد موقف قول حتى لو انت شايفة ان هو هزعل منك قولي لو انت شايفة انك متضايقة منه في حاجة صرحية احسن ما يتراكم انا دلوقتي النهاردة جايباك عشان افهم سايكولوجيت على فكرة انا دلوقتي افهم ايه يعني لو في حاجة مدايقاني واجي اقول انت بتصدعيني وبترغي كتير اوي حتى لو قالك كده بيسمع وبياخد باله مش كل رجال انا بكلمك في الناس العادية اللي المفروض بتحب اللي ما بيسمعش شو ما بيحبش لو ما سمعتكيش أنا ما بحبكيش لازم أسمعك حتى لو معلقتش وقلتلك طب معلش حقك علي وما قلتش حاجة هعطول لابا ما تتكلميش قفلي عن الموضوع لا لا اللي ما بيسمعش ما بيحبش انا لازم أسمعك ولازم أقولك حقك علي ولازم أبوط راصك لازم أعملي الحاجات كتير سلام بس في النهاية اتكلموا مع بعض يا جماعة اتكلموا مع بعض بصراحة لابا تسامح بعض صحيح فيه ناس بتوصل لمرحلة أن فكرة نسامح بعض بتبقى صعبة شوية بس أنا بقول أن التسامح شيء مهم في العلاقات الإنسانية بشكل عام سواء ان اتنين تحبوا بعض بقى اتنين متجوزين اتنين زملها اتنين أصدقاء المهم يبقى فيه بنا حاجة نستند عليها علشان نسامح اللي هو الحب والناس اللي أروحها متعلقة ببعض في العلاقات الكتير اللي بتنتهي وهي ما كانتش تستحق انها توصل لنهاية بالحلقة دي عايزين كل علاقات ما تنتهيش والله يعني أنا ما نقدرش نجزم ان فيه علاقات ما بتنتهيش لأنها بييجي في وقت دي بتبقى ايه بتبقى علاقات ضعيفة شوية مش ضعيفة بالعكس فيه علاقات قوية جدا وبتنتهي علشان أصحابها مش العلاقة لضعيفة صاحبها هو لضعيف طرف منهم ضعيف او ممكن يكونوا الطرفين ضعف وضعفوا في وقت معي تمام ايمن انا كنت مبسوطة جدا وانا ورتاني النهاردة والحيانا مش عايزة حلقات تاني وفقرات تاني تطلع قضيف معايا انا عايزك بقى تيجي تقدم معايا البرنامج عشان نقطع بعض ادم وحاوة يعني انا مبسوطة ان فيه فكر جديد مختلف عني لا هسمع بعد كده رجالة وهستضيف ضيوف كتير رجالة مرسي جدا لك يا ايمن ونورتيني انا مبسوطة ان انت لتيني فرصة اطلع اتكلم معاكي لو كنت اتكلمت اكتر من كده كنت هقطع عليك لانت عارفني معاكي انت عارف ان انا رجل يعني غير متحيز على الاطلاق يعني قلت كل الحقيقة وكل الكلام البسيط اللي هو اصلا التفاصيل الحكاية انا مبسوطين جدا بوجودك يا ايمن مرسي انا مبسوط بوجودة معاكو مرسي جدا كان منورنا الشاعر والاعلامي الجميل ايمن حسين هنتلع فاصل ونستقبل دي افضل اشتركوا في القناة